اشتركوا في القناة منهج العلوم والدراسات موجودين بالكامل على القناة للي حابب انه يتابع معانا التلات مويت نبدأ كده مع بعض ونشوف اليونت بتاعتنا بتتكلم عن ايه It's my favorite subject دي مادتي المفضلة تعالوا ما نشوف الكلمات بتاعت lesson 1 و 2 اول كلمة معانا كلمة lesson معاناها حصة او درس computer studies معاناها مادة الحاسب الالي مادة computer Pell جرز library مكتبة ولكن للكراءة والاستعارة يعني المكتبة اللي بتكون موجودة في المدرسة time table جدوى الموعيد زي ما انت شايفين كلمة واحدة social studies معاناها مادة الدراسات الاجتماعية social studies مادة الدراسات الاجتماعية study بس معاناها يدرس كverb ومعاناها دراسة كنون drama معاناها الفن المصرحي او مادة الفن المصرحي playground ملعب art مادة التربية الفنية مادة الرسم يعني typical نمطي او نموزجي بيجي معاها دايما كلمة typical day مثلا typical day يعني يوم نمطي او يوم نموزجي school hall معاناها قاعد او فناء المدرسة اللي بيكون مثلا فيه الطبور تعالوا ما ندخل بعد كده على باقي كلمات traveling معاناها السفر والتنقل difference فرق او اختلاف طبعا نون quarter past معاناها وربع quarter past معاناها وربع ودي لنا واقفة معاها ان شاء الله part 2 احنا دلوقتي في part 1 طمام لينا واقفة معاها ان شاء الله في الفيديو الجاي language معاناها لغة quarter 2 نفس القصة برضو تبع الواقفة بتاعت البارت الجاي اللي ربع half معاناها نص break break فصحة او راحة subject معاناها مادة دراسية بعد كده school days معاناها ايام الدراسة route طريق head teacher نظر المدرسة daily life معاناها الحياة اليومية daily life حياة اليومية trip رحلة او سيارة finally اخيرا او في النهاية وبعد كده اخر حاجة مدينة نايروبي ودولة كينيا تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده عندنا بعض تصريفات الافعال الغير منتظمة لازم تتحفظ درس بدرس بشدد عليها لان دي مهمة لازم تتحفظ درس بدرس اوعى تسيب الافعال الغير منتظمة تتراكم عليك لحد النهاية لان دي حاجة مستمرة معك لحد ثلث سنوي ده اولا ثانيا عندك في كل درس ثلاثة او اربع افعال بس غير لما تحفظ اليومية كلها على بعض يكونوا يعني مثلا عشر او اتناشر غير لما تحفظ المنهة كلها على بعض يكون ستين سبعين فاحفظ درس الدرس معاى زي ما بقولك كده ان شاء الله هتلاقي نتيجة ده في نهاية الترم جيت ابيا ستايكز مين يعني او يقصد رينج معناها يرن او يتصل تليفونيا بعد كده عندنا الكلمة وعكسها يجول معناها مألوف او معتاد حاجة متكررة انيجول معناها غير معتاد ستارت معناها يبدأ فانش معناها ينهي بعد كده والجزء المهم جدا في الاختيارات هو جزء التعريفات عندنا كلمة Arabic يعني ايه يعني مادة اللغة العربية The main language of Arab people هي اللغة الرئيسية للاشخاص العرب Art مادة الرسم Painting and drawing Computer Studies مادة الحاسب الآلي The subject for learning how to use a computer Drama The subject of how to learn about acting المادة اللي هنتعلم فيها التمثيل English The language of England The USA And many other countries هي اللغة طبعا بتاعت انجلترا وامريكا و بلاد تانية Home economics The subject for learning about cooking and skills for the home Religion The subject for learning about what people believe in ايه اللي الناس بتؤمن بي Science The subject for learning about how to test and understand facts ازاي ان احنا نختبر ونفهم الحقائق It includes biology Chemistry And physics يعني بيكون جوه مادة العلوم طبعا الاحياء والكيميا والفيزيا Social studies الدراسات الاجتماعية The subject for studying people and how they live المادة اللي بندرس فيها الاشخاص وازاي بيعيشوا بعد كده عندنا كلمة break بمعنى روحة وفصحة The time at school when you don't have lessons الوقت في المدرسة اللي انت ما بتكونش عندك فيه حصص Library مكتبة A place where you can borrow or read books المكان اللي انت من خلاله تقدر ان انت تستعير وتقرأ كتب Playground A place outside where children at school can play المكان اللي الاولاد بيلعبوا فيه في المدرسة اخر 3 كلمات Build An object that makes a noise when you ring it هو طبعا شيء بيعمل دوشة كده لما ايه لما بترنو Hall a large room where people can meet together مكان واسع او قوضة واسعة ممكن الناس ايه تجتمع فيها Typical means usual Typical بمعنى نمطي او حاجة معتادة حاجة معتادة بعد كده نشوف نصوص listening و reading اللي معانا امال و انجي امال بتقول I like the new time table What's your favorite day انجي انا عاجبني الجدول بتاعنا الجديد ايه يومك المفضل انجي اتلا I like service day انا بحب ايه انا بحب يوم الخميس We have social studies first on service day اول حصة عندنا مادة ايه مادة الدراسات الاجتماعية Then we have english بعد كده انجليزي And then we go to science بعد كده عندنا العلوم That's my favorite subject اللي هي مادتي المفضلة امال قلت لها بقى my favorite days today احسن يوم عندي هو النهاردة We have maths first عندنا في الاول مادة الرياضة And second lesson after break today وكمان بعد ايه بعد الفصحة I love maths انا بحب الماس Then we have science and art بعد كده عندنا علوم و ايه و ايه رسم I like art too انا كمان بحب الرسم But I am not very good at it لكن انا مش ايه مش حلو اوي فيها What do we have tomorrow احنا عندنا ايه بكرة English then religion is next عندنا انجليزي بعد كده دين Then Arabic and then home economics بعد كده عربي بعد كده ايه اقتصاد منزلي After break we have social studies بعد كده عندنا دراسات Then we have science and computer studies بعد كده عندنا علوم و ايه و حاسب قالي Finally we have music اخر حاجة عندنا موسيقى When do we have drama طب عندنا الدراما الفن المصرحي امتى That's the last two lessons on at Tuesday And the last lesson Wednesday It's time for the next lesson now See you later طبعا بيقول لها عندنا مادة الفن المصرحي مادة المصرح اخر حصتين يوم الثلاث و اخر حصة يوم الاربع و اشوفك في وقت تاني عشان الحصة هتبدأ بعد كده بيقول لنا عايز كده كل واحد منكم يقولي بالعربي الست ست ساعات دول كل ساعة كده يقولي دي الساعة كان بالعربي يعني مثلا عشرة وربع ولا عشرة الربع وهكذا و في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعلم مع بعض كل حاجة تخص ايه تخص الموضوع ده تعالوا ما نكمل في الم种 Lil mes اللي السواج اي لكيو اي لدون دول丈 click اي لبعض في كينيا في مدينة نيروبي نOld Dream تесте learnt جديد لديو ممتوب Eller اي لديو من مادة اي لدي في المتارıp اي ليدنا اي لان كانت في فتر مع مع ذلك انا بفتر مع أصورتي مدرستي بعيدة عشان كده احنا عمرنا وبنروح ماشي والدي والدتي بيوصلونا هناك الموضوع بياخد وقت كبير لان الشوارع بتكون مزدحمة عندما نسمع الجرز الساعة 8 نذهب إلى المدرسة المدرسة عندنا 4 حصص بعد فصحة انا بتحدث و بتكلم مع أصحابي في الملعب لكن ساعات بنروح للمكتبة نقرأ كتب بعد الفصحة عندنا حصص عندنا حصص عندنا بنتغدى الساعة 12 ونص المدرسة بتنتهي الساعة 4 عندما بوصل البيت طبعا باكل بقى حاجة في البيت بعد كده بعمل الواجب بتاعي قبل ما نروح للمدرسة قبل ما نروح للمام بنتفرج انا واخوي على التلفزيون قبل ما نروح للمدرسة قبل ما نروح للمدرسة قبل ما نروح للمدرسة قبل ما نروح للمدرس قبل ما نروح للمدرسة قبل ما نروح للمدرسة قبل ما نروح للمدرسة جامعة الكاهرة في الجيزة هنا هنا عندنا الطلبة أو الناس بيدرسوا مواد مثل الرسم والعلوم و الحاسب الآلي هل نفسك ان انت تروح للمدرسة which subjects do you want to study at university وايه هي المواد اللي انت نفسك تدرسها في الجامعة تعالوا بعد كده نشوف في الجنرال نوت verb to have verb to have ممكن يجب اكتر من معنى مثلا معنى لدي او عندي حاجات التعتي اذا كان بعض مادة درسة مثلا today I have two math lessons يعني انا عندي او لدي عندي حسطين حسطين math استخدم بمعنى يمتلك وده المعنى الاكتر استخداما معنى يمتلك اذا كان بعض اسم المملوك مثلا عمر has a new carbs يا مصر دي هاز مش have ما احنا لازم ان نكون عارفين ان have بتتصرف في المدارة لhave وهاز have مع الجمع وهاز مع المفرد وفي الماضي بتكون had سواء مع المفرد او مع الجمع كل ده كده بنقول عليه ايه بنقول عليه verb to have يستخدم بمعنى يتناول اذا جاء بعدها طعام او شراب I like to have lunch at home مش انا بقى عندي او انا لدي لا انا بتناول الغدأ ايه في المنزل بعد كده بيقول لنا verb do اسماء متلازمة مع الفعل do do homework do computer studies do the housework وخلي بالكم ان هو هيسألكو هنا هل الحاجات دي هتاخد do ولا هتاخد make خلي بالكم ده من الاسئلة اللي بتلغبط كتير جدا يبقى do homework do computer studies do the housework برضو do مش لازم ان تجيب المنزر ده ممكن نشوفها do ممكن نشوفها does وممكن نشوفها did كل ده ينطبق عليه نفس الكلام يعني ممكن تبقى does homework او does housework مثلا هتنفع عادي حسب الفعل اللي كان قبلها تمام فخلي بالكم برضو من النقطة دي بعد كده بيقول لنا وسائل المواصلات بعد حروف الجر عندنا buy on و in بيجي التلاتة دول بيجوا قبل ايه قبل المواصلات لكن بيقول لنا يستخدم حرف الجر buy قبل كل وسائل المواصلات قبل كل وسائل المواصلات لكن في شرط عدم وجود اداء او اي كلمة اخرى قبلها يعني مايبقاش في فاصل ما بين كلمة buy وما بين ايه وما بين الاداة يعني ولا a ولا an ولا z ولا my ولا اي حاجة ولو في حاجة من دول خلاص هنسيب buy وهنتحول ل on و in تمام طيب بيقول لنا لاحظ انه يستخدم حرف الجر in قبل وسائل المواصلات الخاصة مثل car taxi canon زي مثلا هنا to a ghost school buy car هنا مفيش اي حاجة ايه فاصلة ما بين وسائل المواصلات وما بين حرف الجر فاستخدمنا buy اما عشان هنا في a فاستخدمنا ايه in استخدمنا in نفس الكلام في taxi buy taxi انما in a taxi ماشي لاحظ انه يستخدم حرف الجر on دائما قبل كلمة foot on foot لتعني سيرا على الأجدام وتأتي قبل وسائل المواصلات العامة العامة يبقى دي الخاصة ودي في العامة مثل bus plane train on foot يعني ماشي على الأجدام buy bus عشان مفيش ايه اداة في النص اما هنا on a bus برضو دي من الحاجات المهمة تعالوا ما نكمل drive someone to a place drive بعد كده شخصا ما بعد كده والمكان اللي انا هوصله لي dad drives me to school والدي بيوصلني للمدرسة لاحظ هاتان الكلمتان home وزير لا تزبقان بحرف جر كما في الأمثلة ما ينفعش يجي قبلهم حرف جر ولا home ولا زير i get home مش اجدت home ولا اجدت in home ولا لا 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 ولا اي حاجة هم على طول مباشرة بدون حرف جر نفس الكلام في زير on in add time حروف الجر قبل الوقت فهنا بيقول لنا ايه on قبل الايام وتاريخ اليوم on قبل الايام والتواريخ in قبل الشهور والسنوات قات قبل الساعة on ايام وتواريخ in شهور وسنوات قات قبل الساعة تمام؟ هنا بيقول لنا بقى بالنسبة للملكية بالنسبة للملكية بالنسبة للملكية بالنسبة للملكية لو جت قبل الاس لو جت قبل الاس يبقى الحاجة دي مفرد الحاجة اللي انا بتكلم عليها دي مفرد يعني مثلا هنا بالنسبة للملكية بالنسبة للملكية بالنسبة للملكية هنا تعامل معاملة الاسم المفرد ويستخدم معها فعل مفرد ولا يستخدم فعل جمع بعد كده عندنا يستخدم هذا الفعل بمعنى يرن أو يتصل بمعنى يقول طبعا هنا الجرس المدرسي ليسي تتصل بمعنى يتصل بمعنى يتصل بمعنى يتصل بمعنى يتصل بقى من 12 الظهر لحد ايه لحد 12 بالليل ده كده البي ام تمام يا شباب فار اوي وفار فروم فار اوي معناها بعيد اما فار فروم بعيد عن يعني دي لازم ان يجي وراه حاجة فار فروم لازم ان يجي وراه حاجة الونج ككلمة تين والونج ككلمة واحدة هنا بيقول لنا صفة بمعنى طويل الونج مثلا هير الونج رود اي حاجة طويلة الونج ست merit وكذا اما دي بمعنى ايه امتداد الونج زر رفر الونج زر رفر اي لايك ووكينج الونج زر ريفر يعني انا بحب امشي ايه بامتداد النهر يعني النهر اهو انا بحب اتماشى ايه اتمشى كده جنب النهر بعد كده عندنا بعض حروف الجر المهمة جود ات مهمة وباد ات طبعا بيجي وراها يا اما الاسم اسم الحاجة اللي انا جايت فيها يا اما الفعل مضاف لي ing on school days برضو مهمة talk to or talk with يتحدث ايه لا او يتحدث معها school starts at قولنا add بتيجي قبل الساعات school finishes at نفس الكصة typical day for me have a busy day take a long time ها وقت بامتداد بقى ولا وقت طويل طبعا وقت طويل لان كلمتين add break في الفصحة help in the home يساعد في المنزل till the time يعني يغبر بالوقت on typical week end في عطلة نهاية اسبوع نموذجية خلي بالك ان هنا home جي قبلها in بس هنا مش معناها يصل للمنزل هنا معناها يساعد في المنزل اما اللي احنا قولنا عليه انها ما بيجيش قبلها اي حرف جر انها بمعنى يصل الى تعالوا ما نكمل ونشوف اخر حاجتين معنا it's time for بيجي برضو قبلها بعدها هي اما نون هي اما فير با انجي what day is today ايه هو اليوم بتاع النهاردة get home زي ما قلتلكم بمعنى يصل للمنزل بدون اي حرف جر around the world معناها حول العالم كده احنا خلصنا الشرح بتاعنا بتاع النهاردة عايزكم توقفوا الفيديو حلوا التدريبات الناس اللي معاها كتاب المعاصر هتحل من الكتاب بتاعها الناس اللي مش معاها كتاب هتحل كده في الفيديو في ورقة كده صغيرة اكتب من واحد لتسعة واكتب كل سؤال هتاخد الحرف ايه wants to talk to us طبعا school hall quarta some people study noot to make some shows طبعا المادة الفن المسرح drama at break i play games with my friends in the playground is the subject of how to learn numbers طبعا دي المس تعريف بتاع المس دي ننتقص swimming on sours day and saturdays طبعا go swimming go swimming I visit my grandmother on a typical I can look at the time to know the time of the English Can I look at a time table I go to school at quarter I go to school at quarter يبقى مما كلمة بسط يبقى هنالك مافيش غير ٢ How many lessons do students know at every day at school طبعا have How many lessons do students have every day at school أحمد was born طالما تاريخ فاكرين أول حاجة عندنا كات إيه كات أون When I know at home من غير حرف جر يبقى get Sara is good at good at و bad at Mona was late she had to go to school نقطة a taxi a taxi يبقى ما ينفعش boy والتاكسي ده إيه التاكسي ده وسائل خاصة يبقى in my uncle not at me to school yesterday my uncle drive me طبعا طب يا مستر دا دروف طبعا إيه دي حسب الزمن بقى المهم الفعل بتاعنا اللي هو إيه اللي هو drive طبعا الجزء الخاص بالجرامر إن شاء الله هو اللي هنبدأ به في الحلقة الجاية كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم منه ياريت دايما تعمل لايك وتعليق وتعمل شير للفيديوهات علشان توصل لأكبر عدد من زمالك وفي ناس بتكون محتاجة الشرح ده وممكن يعني تكون بتساعتها لما تعمل شير للفيديو سواء على جروبات على الفيسبوك أو عندك على الصفحة الشخصية شوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته